السلام عليكم. يوم ان شاء الله تعالى راح نبلش بمجي ون ون. اه ب اكشن باك. راح ان شاء الله يوم راح نبلش ب اه مادة الصف السابع. راح نبلش في فيرسترول. في اول قاعدة موجودة معنا في الصف السابع. قاعدة هي بعنوان present simple. present simple. المضارع البسيط. طبعا هي يا استاذ. بالنسبة دي انا تعتبر the most important rule in english language. من اهم قواعد اللغة الانجليزية هي present simple يا استاذ. عشان هي بتتكرر كثير معنا. كثير كثير يعني هسا انت راح ترد تاخدها في الثامن. والتاسع. والعاشر. اول ثانوي توجيه يعني هتضلك تشوفها يا استاذ. فخلينا نخدها بالصف السابع ونخلص منها. function. function معناها وظيفة القاعدة. the present simple tense is one of several forms of present tense in english. it used or it is used to describe habits routine general truths. نستخدم زمن المضارع البسيط لما نهك عن habits. عادات يا استاذ. من عاداتنا وتقاليدنا على سبيل المثال. اه نزور بعض. من عاداتنا وتقاليدنا نزور بعض في الاعياد. فهي تعتبر habits. روتين اشي دائما من يعمله بشكل يومي. حدث متكرر يعني بشكل يومي. و general truth. general truth معناها ايش? معناها حقائق عامة. معناها شكل القاعدة يا استاذ. اول اشي ننبلش في النوع الاول من الجملة هو معناها في حالة المثبت او الاثبات. شو يعني الاثبات يا استاذ يعني جملة عادية. جملة عادية. بحكي لي يا استاذ خلينا نفهم وركز معي. اذا شفنا شي هي ات. or singular noun. singular noun معناها اسم مفرد. اسم ايش يا استاذ? مفرد زي محمد علي. اه ذكار اه فان الى اخرين. مهم يكون عندي singular مفرد. بدي اضيف له انا اس او اياس. شو ضفناه لالايد اس. لانه قاعدتي انا شو بتحكي لي? فاعل مفرد. الفعل عسرية بحط له اس او اياس. تمام. بحكي لي اذا اجا عندي ذي. وي. يو اي. or plural noun. شعب plural noun? معناها اسم جمع. شو معناها يا استاذ? اسم جمع. يعني كلمة جمع يا استاذ. كيف يعني كلمة جمع? ع سبيل المثال كارز. كارز جمع. جمع. بدو يجي عندي اسم جمع. بعد الاسم الجمع السريع بدي احط له فيربون. شو يعني فيربون يعني فعل البيس بدي احط له الفعل البيس. شعن البيس? يعني فعل يا استاذ مجرد. فعل ايش? مجرد. شو يعني مجرد يا استاذ? فعل من دون اضافات. لا اي دي ولا اس ولا اي اس. ساعتكم تكملت الجمع. لانه يا استاذ ركز معي ايجا عندي الفاعل جمع. على السريع الفعل شو ما له? ايجا مجرد. مش بكرا يا استاذ احط لك اس تحط له هاي جملة صحيحة. لا. فعا السريع انا بدو كون عندي الفعل هون شو انفنته. مجرد. هاي في حالة الجملة كانت عندي ايش يا استاذ? افيرماتف. جملة عادية. جملة. الرؤى حالة النقاطي. حالة النفي. بحكي لي يا استاذ في حالة النفي يركز معي. اذا ايجا عندي شي هي ات. او اسم مفرد. او ايش? اسم مفرد. بدو ييجي عندي في حالة النيجاتف لما انفي جملة بدي احط له ايش? دازنت. بعد دازنت ديجي عندي فيرب وان. حسا يا استاذ مدام انا حطيت له دازنت نفي. الفعل شو بدو يصير? مجرد. يعني الفعل في حالة النفي يا استاذ. لو الفاعل عندي انا مفرد بدي اجرده. كيف يعني اجرده? يعني اجرده للاضافات. اشطب الاضافات. مثال صغير. شي دازنت سليب اعلي. دازنت وسليب شو اجت هون? مجرد. اما يا استاذ لو ما كان عندنا في شو بعمل بهاي بتصير معاها اس. مش مثلا اجي احكي لك شي دازنت سليبس. تحكي لي نعم هاي صحيحة. لا يا استاذ غلط. نشطب الاس لانه حطينا دازنت فمن جرد الفعل. ان شاء الله تكون وضحات له السمع. تمام. بحكي لي يا استاذ اذا اجي عندي دعي. وي. يو. اي. او اسم plural nouns. اسم جمع. اسم جمع. عالسريع بدي احط له don't. مباشرة. شو بحط له? don't. في حالة الجمع don't. مفرد. doesn't. معا فعل مجرد يا استاذ. شو معا فعل? infinitive. مجرد. يعني. they don't like swimming. they don't like swimming. عندي حطينا don't نفي. وعالسريع الفعل مجرد. وكملنا الجملة يا استاذ. هاي في حالة النغاتف. انا بهمني يا استاذ ان يعرف تسلسل وشكل الجمع. في حالة كان عندي الجملة introgative. or questioning or question case. كانت الجملة عندي يا استاذ. سؤال. كانت جملتي سؤال. عالسريع ببلش الجملة بضز. هسه مدام انا بلشت بضز يعني. بدي احط له يا شي يا هي ات يا اسم. مفرد. لانه دز نستخدمها مع الفاعل المفرد. مع مين؟ فاعل مفرد. بعدين بدي يجي عندي فيرب وان انفينتف. مجرد. فيرب وان انفينتف. مجرد. بعدين من نكمل الجملة. مثال صغير. دز شي لايك فيشنج. دز شي لايك فيشنج. ما ننساش مجرد. يعني في حالة السؤال. وفي حالة النفي. لو الفاعل كان عندي مفرد. فانا بجرد الفعل. شعني اجرده يا استاذ. بدون الضطط. بحكي لي لو جا عندي دو. دي وي يو اي. او اسم جمع. دي وي يو اي او اسم جمع. على السرية بحط له بحط له بحط له دو. ببقى انه طلع عندي الفاعل جمع. مباشرة بنحط له دو. بعد دو بدي الفاعل. بعدين بنحط له فعل. مجرد. يعني دو مع الجمع يا استاذ. دو دو بحط له دو. هل هم بوكر السلطة. زائد كوستين مارك. على مدسوع. حسنا. دعنا نرى بعض الاكسرسايزز. او اكسرسايزز. يعني نطقها بالشكل بناسك. اكسرسايزز. او اكسرسايزز. بحكي لي خلينا نرى شوية التمرين على موضوع او قاعدة البريزنت. سنبل. خلينا اتجرب احللكوا هناك كم تمرين نعلمكم كيف نطبق القاعدة. مجرد. لنش الي احل كافاتيريا. كافاتيريا. قمنا نطلق عم مجرد. مفرد له جمع يا استاذ. جمع مفرد له جمع. هم يعطيني يا أستاذ حاط لي نفي هون لا حاط لي علامة سؤال برضو لا فهي جملة عادية يا أستاذ لأنه لا عندي نفي ما حاط ليش نط ما عندي نط ولا عندي علامة سؤال فبطلع هون مفرد ولا جمع جمع فحسب قاعدتي جمع بالضل الفعل زي ما هو إذا كان عندي الفعل جمع الفعل بضل مجرد good it in the winter in canada in the winter time in canada معطيني كلمة سنو يا أستاذ حلو بطلع عنا قبل الفرغ إيش عندي it مفرد ولا جمع طبعا مفرد فعالسريع بمسك بنزله سنو بضيف لها إيش S شو بضيف لها أسليش لأنه الفعل عندي singular مفرد يا أستاذ إن شاء الله تكون مضحط أول فكرة عنها طيب يا أستاذ ركز في حال إجاني سؤال زي هيك سي تتحدثي them and fill in the blanks with the simple present in the negative هون يطلب مني ايش نفي شو طلب منها حالة النفي بحكي لي جيمس واحد اسمه جيمس معطيني نط ودرنك مدام انا شفت نط على السريع بحكي هاي جملة نفي هاي جملة شو نفي فعندي حلين عندي ايش حلين يا دونت يا دزنت هسه جيمس مفرد ولا جمع طبعا مفرد لانه واحد اسمه جيمس لو ما حاس بس هذا زلم اسمه جيمس فع السريع بحط له دزنت لانه مفرد شو منحط له دزنت بعد دزنت بنزله الفعل يدرنك شو منعمل بنزله الفعل وي واتش نط معطيني وي الو مفرد ولا جمع جمع جمعي يا أستاذ بني اتطلع هون طالب مني شو نيكتف شو طلب مني نفي فمن انها جمع ونفي شو بدي احط له دونت بعد دونت مباشرة بحط له الفعل واتش شو بحط له فعل واتش قلت ان شاء الله تكون وضخط هاي الفكرة كما عندي هون هاي الاسئلة يعني مش مهمة جدا يعني خلينا الروح على هذا الاسئسيز fill in the blanks with the correct form of the verb to be or the verb be in the affirmative in the present good مهمة يا أستاذ هاي الفكرة مهمة ميطيني هون بيتر بس شو حط لي بي حسا يا أستاذ أنا مدام شفت بي شو بدي أعمل له سهلا يا أستاذ مدام شفت بي حسب المضارع البسيط بدا تصير عندي is or am or are is am are good هسا بيتر بيزبط محا is والام ولا آر هسا الار للجمع الام للآي والإز للمفرد هسا بيتر مفرد ولا جمع طبعا مفرد ونحط له is هذول يا أستاذ حلو من الحارة اختبر نفسك test yourself good معطيني هون اتطلع لعاه الفكرة يا أستاذ we be not 50 we be not 50 هسا يا أستاذ هون طلب مني نفي وعندي أفعال بي مدام بي طلب مني يائز يام يائش are يعني إذا ما شفت we وحاط لي بي بدي أحط له is or am or are good هسا وي جمع شو بتأخذ عال السريع بحط له r شو حطنا له r بس في عندي نفي بس في عندي نفي مش بحط له don't do doesn't يا أستاذ لا حالة b موضوع مختلف عال السريع بنفي الفعل b نفسه شو بعمل بنفي الفعل b b b b b b بصير aren't شو بصير عندي aren't يعني بدل r aren't لأنه حط لهن شو نفي نفس العملية هون شي حطينا is لأنها مفرد وحط لهن not she isn't شاء الله تكون piece of cake for you يعني شاء الله تعالى هذا يا أستاذ يعني حاول حله practice practice try يعني try answer all of these questions alone or by yourself لحانك يا أستاذ حلا عندي هاي الفكرة مهمة برضو هاي حطل عندها شو very important مهمة جدا fill in the blanks with the correct for of have in the simple present شو معطيني هون يا أستاذ حاط لي أنا ما بين قصين have وجاي عندي حاط لي I حسا يا أستاذ مدام حط لي have يعني بدي خوات الhave من هم خوات الhave هم have أو has have or has good مفرد هسا الhave للجمع والهاز للمفرد have جمع has مفرد I اللي احنا بنحسبها عب كتير قواعد واللغاء عالجمع فعالسرية بدي أحط له have الhave بتضل have بس هون اختلف الموضوع عندي ايش هون هي اللي هي يا أستاذ برضو بسيطة شو بعمل فيها بتطلع هون عندي مفرد ولا جمع عندي مفرد فالhave مباشرة بتصير هاز لأننا حكينا الhas مفرد الhave جمع هذا يا أستاذ سؤال يعني لكم كمان test yourself يعني answer this question يعني by yourself في الاندبلانكس with do does بدي أعب الفرغات with do does زي ما تعلمنا do جمع with does مفرد pilots من الطلع بعد الفرغ هذي طبعا جملة ايش interrogative سؤال pilots جمع فعالسرية شو بحط له do good how many when هون بدينا نحط طبعا do does هون معطيني شو passengers بدي أعط له do how many hours how many hours a month a pilot fly هون بدي أعط له ايش يا أستاذ does لأيش لأنه عندي pilot هذو اللي حالك يعني حلم answer them إن شاء الله تكون يعني وضحط القاعدة يعني مسيطة جدا يعني بشكل عام يعني القاعدة سهلة يعني خلينا نأخذ آخر فكرة موجودة معي في القاعدة عشان ننهي أول جزء من القاعدة أول موجودة أول من القاعدة أو من القاعدة سيطر موجودة الفاعل مفرد بدي اضيف للفعل اس او اس اس ارجع للقاعدة بتتأكد اس اس طب انا كيف بدي اضيف اس بحكي لي اذا ايجا عندي اذا اتى في نهاية الكلمة واحد من هذه المقاطع اذا انتهت عندي الكلمة بواحد من هذه المقاطع او اكس زد اس اتش سي اتش اس اور دابل اس دابل اس نضع للكلمة او للفعل ايش اس يعني يا استاذ انا اذا انتهت عندي الكلمة بواحد من هاي المقاطع وكان عندي الفاعل مفرد طبعا على السريع بحط له ايش اس 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 إذا انتهت الكلمة عندي بأحرف اللغة الإنجليزية انتهت بجميع أحرف اللغة الإنجليزية عادة هذول هذول اللي كتبناه على السريع بضيف للكلمة إيش اس انتهت ركز معي أسا كل كلمات اللغة الإنجليزية انتهوا معي بإيش بجميع الأحرف عادة هذول الأحرف أو المقاطع مباشرة بضيف اس لايك لايك رن رنز لوك لوك خلينا نشوف الواي ركز معي إذا انتهت الكلمة لتر واي إذا انتهت الكلمة بحرف الواي وكان قبل حرف الواي قبل بفور واي لتر we have vowel sounds أحرف العلة إذا كان عندي قبل حرف الواي أحرف علة هم i o u a e إذا الواي يجا قبلها حرف علة ع السريع بضيف بس اس شو بضيف اس بحكيلي إذا انتهت الكلمة بحرف واي بس ما عندي اس ما عندي حرف علة ما عندي شو قبل الواي حرف علة try طلع شو عندي قبل الواي حرف الار يا أستاذ بحكيلي على السريع مثلا كلمة خفيفة يعني أي كلمة مثلا try ع السريع يا أستاذ بكتب تي آر بشطب الواي بحط آي اي اس ليش طب هالحكي يا أستاذ حكينا إذا أنا عندي كان الفاعل مفرد طبعا وكان عندي حرف واي وكان عندي قبل حرف الواي حرف مش حرف علة مش حرف علة شو بعمل remove y letter and add i e s بحذف حرف الواي بضيف i e s ان شاء الله تكون يعني قواعد present simple هسا وضحة معنا تعلمنا شكل النفي الفيرماتف العادي والسؤال وتعلمنا كيف نضيف s و yes ويعطيكم ألف حافية اشتركوا في القناة